ويجا إذن المنتخب الجزائري برقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد وبذلك نجح رجال المدرب جمال بالماضي في إعادة الكأس الأفريقية إلى الجزائر بعد 29 عاما نعم ستشهد كل هذه الجماهير بمختلف أعمارها على هذا الجيل الرائع الذي أعاد الهيبة للمنتخب الجزائري بوصوله إلى النهائية بعد غياب طويل تشكيلة قدمت أداء رجليا ورفعت شعار الانتصار ضد السنغال بحثا عن لقب إفريقي ثاني حمله الهدف التاريخي لكأس أمم إفريقيا سامويل إيطو رجال المدرب أليو سي سي دخلوا المواجهة بقوة لكن دفاع الخضر كان يقظا قبل أن يأتي الرد سريعا عبر المهاجم بغداد بنجاح الذي صوب كرة قوية استدمت بأحد المدافعين وبقي الحارس يتفرج عليها وهي تزور الشباك تحرر بنجاح وحرر معه الجماهير في المدرجات جمال طالب لاعبه بالهدوء والتقدم أكثر وأمام أنظار كوليبالي من المدرجات كاد المهاجم نيانغ ينهي المشهد الأول على نتيجة تعدل شباك بلحي ظلت نظيفة والجميع هنا يمن النفس بأن تبقى كذلك ماني كان له رأي آخر في هذه المحاولة بعدما سدد كرته وحذاءها ضغط السينيغاليين تواصل الحاكم الكاميروني أعلن ركلة جزاء في هذه اللقطة قبل أن يلغيها بعدما استعان بتقنية الفار نيانغ حاول مرة أخرى لكنه لم يجد طريق الشباك النجم فرانك ريبيري شجع الخضر وتفاعل مع مختلف الفرص وهو يتابع في رايس الذي عقد العزم على أن تبقى شباكه نظيفة الصراع ظل متواصلا بالعمري كان شجاعا وأغلق جميع المنافذ قبل أن يحافظ زملاء بنجاح على تقدمهم بهدف ليتوج باللقب الإفريقي الذي عاد لخزائن المنتخب بعد غياب دام تسعة وعشرين عاما هذا الجيل بقيادة بالماضي كتب تاريخا جديدا بأحرف من ذهب هذا الجيل بقيادة بالمنافذ الحمد لله رادي خوطة وعلمك بس ما يلالي منهم ندية العفرة يرديك بروحي وتميك 1,2,3 بيما ما شيريك كل من السباحة تشوق لحميك شكرا